كابتن إبراهيم يعني ما شاء الله أنك بخلال المواسم الماضية إن كنت مع نادي الوحدات كنت مع نادي السيب العماني فترة قصيرة مع نادي الحسين تحس كابتن إبراهيم مظلوم بالنسبة لعدم استدعائي بخلال الفترة الماضية لمنتخب الوطني بصراحة أول إشي عندك رقام تهديفية يعني تشهد يعني يشهد له القاصي والداني يعني موسم يعني شوف موسم يمكن مع الوحدات كان كنت آخر موسم إلي هداف في الفريق كنت عندي ثمن أهداف وصانع خمس أو ست أهداف بعدها روحت على عمان نفس الإشي حققت بطلتين كنت أتمنى طبعا أنا أتمنى أنه أوصل المنتخب طبعا يوحد أتمنى يوصل المنتخب أكيد يعني يتمثل الوطنك بس طبعا بحترم القرارات مية بالمية يعني أنا بالعكس أنت يعني كابتن منتخب الوطني كابتن عدان حمد كابتن قدير كابتن عارف شو بده في المنتخب سواء يعني بده جوابري أنا جاهز وجندي موجود جوابري ما بلزم طبعا أنا داعم للمنتخب وداعم للكابتن وداعم للعبين كلهم بالعكس وفي بعض اللعبين كابتن إبراهيم بتأثروا صراحة ممكن يتأثر بمستوى أيضا هسا فيه إنه أنا والله معطي كل شيء بصراحة ليش ما أدخل منتخب بصراحة واجهتها هسا ما في لاعب ما بمر بهاي الفترة بصراحة مريت فيها يمكن بس مع الفترة في الزمن يعني بتصفي أنت بس تأخذ خبرة في الملاعب وتصير لاعب يعني تتمارس أكثر من سنة في الغد تحس أنه لا أنت هذا القرار مش بإيدك هذا قرار أنت بتعمل لأليك والباقي توفيق من رب العالمين ربنا كرمك أهلاً وسهلاً ربنا ما إلك نصيب فيها بتكون وبحترم بالعكس أنت طول ما أنت محترم القرارات الموجودة ومحترم أنه مثلاً المنتخب ما بدهم إياك حسناً أنت مش مفيد للمنتخب خلص أنت بحترم وبدعم المنتخب وبكون مؤازر للمنتخب وبالعكس وبشجع اللاعبين يعني يمكن كثير فيه لاعبين في المنتخب كثير كنت بتواصل معهم وبشجعهم يعني ممكن الناس ما كانوا ممكن الناس كانوا وبالعكس فينا لاعبين في الحسين مثلاً في موسم يمكن أخذوا على خطرهم زعلوا شوي بتحكي معه كلمتين اللاعب اللي راح بتبارك له بتحكي معه كلمتين لأنه أول وآخراً هاي رزقتك ونصيبك وقرار وأنا بحترم شو مكان القرار وبحترم النصيب شو هو وين صحيح